عندما يتشاق الأطفال نعلمهم وعندما يسيء البالغون نعاقبهم بالقانون وعندما يقاومون تستخدم السلطات القوة لكن ماذا بوسعك أن تفعل إذا كان المسيء مسنا وماذا عساك أن تفعل إذا كانت سيدة ومسنة هذا حدث غربي أو هذا ما حدث غربي روسيا مع هذه السيدة العجوز التي رصدتها كاميرات المراقبة في المبنى الذي تقتنه وهي تقوم يوميا بأفعال فوضوية في المبنى بكامله فهي تقوم ببعثرة بريد البناية ثم تحمل دراجة جارها وتضعها خارج المبنى ومن ثم تنشر الفوضى في كل مكان ومن دون سبب فما التصرف الطبيعي اتصل سكان العمارة فعلا بالشرطة لكن حتى الشرطة لم تستطع القبض على هذه السيدة لأنها وببساطة أغلقت الباب في وجههم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حاز هذا الفيديو على ألاف المشاهدات كما حصد المئات من التعليقات الطريفة التي تبرر مثلا لهذه السيدة فعلتها كبدر الذي قال أكيد سكان العمارة زعجينة فهي بترد لهم ماذا فعلوا أواها الله هذه العجوز يزيد غرد قائلا هذه تصرفاتها وهي عجوز طيب في شبابها واش كانت تسوي الله يعين زوجها مصطفى برر أيضا ما تفعله السيدة قائلا عادة هذه الحالات تصدر من الأشخاص الذين يعانون من الوحدة لذا يصدرون تصرفات غريبة كي يفتقدوا في حال توقفها ويبدأ السؤال عنهم رجاء أيضا بررت التصرفات بشكل تفصيلي قائلة تحتاج اهتماما شديدا من الجيران وتغار من انشغالهم عنها واهتمامهم بأشياء أخرى تبدأ بالباريد والدراجة وهي وسائل التواصل غالبا في نظارها إذن هذا كان كل شيء لهذا المساء إلى اللقاء في غد